السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم معاكم احمد اط الفيديو ده ان شاء الله معنا حل لمشكلة تقييد الاعلانات في جوجل ادسنس المشكلة دي بيعاني منها ناس كتير جدا على مستوى العالم مش في الوطن العربي بس انا شخصيا متابع المشكلة دي من شهر وشفت كل الشروحات وكل الفيديوهات لحل المشكلة دي لكن الاسف مفيش ولا طريقة نجحة لان انا اتقيد لي 3 حسابات ادسنس جربت الطريقة اللي انا بعرضها لكم في الفيديو ده والحمد لله تم فق التقييد في نفس اليوم الطريقة بكل اختصار هي مرسلة دعم ادسنس عن طريق النموذج اللي معنا ده انا مليت النموذج ده وارسلته وتم ظهور الاعلانات على موقعي في نفس اليوم وفي الفيديو ده بشارك معكم تجربة عملية لرسال نموذج تاني لحساب تاني لو التجربة نفعت ان شاء الله هنشر الفيديو لو التجربة ما نفعتش يبقى الفيديو ده مش هيتنشر والطريقة دي مش مزبوطة هتدخل على النموذج ده ولا سيب لك الرابط بتاعه ان شاء الله تحت الفيديو وهنملى النموذج مع بعضنا كل حقول مطلوبة اول حقل هتكتب فيه اسمك تاني حقل هتكتب فيه البريد الالكتروني المرتوط بحساب ادسنس بتاعك تالت حقل هتكتب فيه الرقم التعريفي للناشر تمام الرقم الناشر الخاص بحساب ادسنس ننزل بقى على بقية المعلومات المهمة اللي انت لازم تكتبها بعناية ولازم تأشر عليها بعناية تمام هل تعرف سبب تعليق حسابك هتقول لا تمام الاستفتاء ده او البيانات دي بتبقى بمثابة اختبار لك عشان يشوفوا انت فاهم ولا مش فاهم وبنان عليه يقرروا ظهور الاعلانات او يخلوها لسه مقيدة تمام تاني اختيار معانا على مقياس من واحد لخمسة تتدرجة من واحد لخمسة واحد هي الاقل وخمسة هي الاقصر تمام ما مدى معرفتك ببنوت خدمة ادسنس هتقشر على رقم خمسة معنى كده ان انت عارف البنوت كويس جدا تمام البند التالت على حد علمك هل انتهكت بنوت خدمة ادسنس من قبل تمام الافضل طبعا تقول لا تمام لو انتهكت من قبل كده قول نعم بس انا بالنسبة لي ما انتهكتش قبل كده فبقول لا تمام هننزل على المقطة اللي بعدها على مقياس من واحد الى خمسة ممدى فائدة البريد الالكتروني الذي تسلمته بخصوص تشخيص المشكلة ذات الصلة وحلها من خلال جوزة الزيارات يعني بقول لك البريد اللي انت اللي احنا بعتناه لك ده انت فهمته وكان مفيد بالنسبة لك بالنسبة ادية انا اخترت بنسبة 2% لان البريد الالكتروني بيبقى مبهم شويتين ومش موضح كل المعلومات النقطة اللي بعد كده بيقول لك على مقياس من واحد الى خمسة مهن مدى فائدة مركز المساعدة في تشخيص المشكلات ذات الصلة وحلها من خلال جوزة الزيارات يعني بقول لك لما بتدخل على جود على مركز المساعدة المعلومات اللي بتبقى فيه كفاية ولا مش كفاية انا بالنسبة لي شفت المعلومات كفاية جدا فعشان كده اديته رقم خمسة تمام دي نفس التعليمات او ان انا عملته في الحساب اللي فات واللي تم عليه الرد في نفس اليوم وتم زور الاعلانات تمام طيب النقطة اللي بعد كده ما المعلومات التي كانت غير واضحة المدة التي سيستغرقها تعليق حسابي ما قولوش على المدة فانا عشرت عليها ان المعلومة دي ما كانتش واضحة تمام النقطة اللي بعد كده متى سيبدأ موقعي او مواقعي في عرض الاعلانات مجددا طبعا ما زكروش النقطة دي يبقى النقطة دي غير واضحة فاعلمت عليها برضو ماذا يجب ان افعل بعد التعليق وما طبعا وضح النقطة دي قالوا ان انت تهتم بجوضة الزيارات وما تخلفش السياسات فالنقطة دي كانت واضحة فبالتالي انا ما علمتش عليها النقطة اللي بعد كده هل يمكنني طلب مراجعة للتعليق ما قالوش الكلام ده ما قالوش يعني قدن طلب مراجعة للتعليق فعشان كده نقطة دي ما كانت واضحة فبالتالي انا اشرت عليها تمام غير ذلك انا سبتها فضية نجي بقى للنقطة المهمة اللي هي النقطة الاخيرة بقولك يرجى تقديم اي معلومات تعتقد انها ذات صلة بتعليق حسابك بما في ذلك اي مصادر للزيارات او عمليات تنفيذ الاعلان او التحليلات التي تعتقد انها قد سهمت في نشاط غير صالح يعني بقولك بلنا على المعلومات اللي تسببت في تعليق حسابك وهي مصادر زياراتك وعملية تنفيذ الاعلان شفرة الاعلان بحطها في مكان صحيح ولا لا او اي اسباب تانية تعتقد انها تسببت في النشاط الغير صالح تمام انت تكتبون رسالة زي دي كده بالضبط تمام لو عايز تزود عليها زود بس اما حاجة ان انت في نقطة معينة لازم تذكرها في رسالة بتحتك اول نقطة لازم تقولهم ان تم تقييد الاعلانات في حسابي لسبب غير معلوم وطانية نقطة تقولهم اعتقد ان ده تم عن طريق الخطأ وطالت نقطة تأكد ان انت فاهم سياسات جوجل اتنسي كويس تمام وربع نقطة لازم تأكد لهم ان مصدر الزيارات بتاعتك شرعية ما بيش اي تحايل على الزيارات النقطة الخمسة لازم تأكد لهم برضو ان انت بتحط الشفرة الاعلان في المكان الصحيح وبعد كده بتطلب منهم رفع التقييد عن حسابك وعد ظهور الاعلانات في موقعك تمام يعني شوف نص الرسالة الكاتبة دي واكتب زيها وحاول تذكر النقطة اللي انا اكدت عليها دي تمام وبعد كده بتقول له ارسال تم ارسال النموذك وان شاء الله يرد عليك خلال 24 ساعة او 48 ساعة على الابصر وانا بقول لك رد علي تقريبا في خلال 6 ساعات وظهرت الاعلانات على موقعي وانا ان شاء الله مش ارفع الفيديو ده على اليوتيوب الا اذا تم رفع التقييد عن الحساب اللي انا بقدمه طلب دلوقتي وتم حل المشكلة بنجاح يبقى كده ان شاء الله التجربة نفعت معي في حسابين ادسنس وبناء عليه هرفع لكم الفيديو واشارف معكم التجربة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده المقطع التاني من الفيديو او الجزء التاني من الفيديو وانا ما سجلتوش الا بعد ما تم ظهور الاعلانات زي ما حضركم شايفين كده المدة كانت قد ايه دلوقتي النهاردة سبعة عشر الفين وتساعتاشر الساعة تمانية الجزء الاولان اللي سجلته من الفيديو كان كان يوم ستة احداشر تمام ستة نوفمبر الساعة اتنين ونص صباحا تقريبا يعني تقريبا قول مسلا يوم ونص او داخل على يومين يعني قل من 48 ساعة وتم ظهور الاعلانات وبكده تكون الطريقة نفعت معايا فيه حسابين ادسنس نفذوا الطريقة بنفس الخطوات اللي انا عرضتاه واخيرا بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم